تلاتة جامعة النيل تحول قشر الجنباري إلى بلاستيك جامعة النيل فيها باحثين ممتازين بيعملوا شغل مع جامعات أخرى من بين الباحثين باحثين عملوا شغل مع جامعة نوتنجهام في بريطانيا وحسب وكالة رويترز أنهم بيشتغلوا على مشروع تحويل قشر الجنباري إلى بلاستيك هو الموضوع أهميته لن تحول قشر الجنباري إلى بلاستيك إنما أهميته أن الجامعات المصرية الجامعات البحثية المصرية يكون عندها القدرة أنها تبتكر وتختارع وتنتج وطلع مشروع بحثي تخلي رويتر تكتب عنه ونلاقي جامعات عالمية بتشاركنا في هذه الأبحاث نبقى على سكة البحث العلمي العالمي فجامعة النيل اشتغلوا على مشروع بقالهم سنتين بعد ست شهور نجحوا أنهم ينتجوا أول مادة قشر الجنباري بيتم تنظيفه وتكفيفه بعد كده معالجة كيميائية بعد كده إيزابة إيزابة لقشر الجنباري ده كله بعد الإيزابة بيتم تكفيفه بحيث أنه يكون رقائق بلاستيكية يعني صناعة البلاستيك من قشر الجنباري بدل ما يترمي في ألف طن من إيشري الجنباري بيترمي سنويا فالألف طن ده هيتحول إلى إنتاج ألف طن من البلاستيك زي ما قلت لحضراتك هو الموضوع مش بس إن إيشري جنباري يتحول إلى بلاستيك إنما أن يكون هنا مشروعات بحسية في الجامعات المصرية فيها رؤية للإنتاج ورؤية للتكنولوجيا ومستوى للتعاون مع الجامعات الأجنبية الأخرى وطبعا أي مصر يبقى سعيد أما جامعاتنا ترجع لمستواه اللي كان قبل كده وتكون جزء من حركة العلم في العالم وإن إحنا يكون عندنا أخبار من هذا النوع إن في جامعات يبقى عندها مشروعات بحسية ذات مستوى رفيع ترجمة نانسي قنقر